بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما عودنا أبي أحمد الإصطياد في الماء العكر أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا والذي يجد العالم الآن مشغول بأحداث طوفان الأقصى يريد الآن أن ينتزع وضعا جديدا وأن ينفذ إلى مياه البحر الأحمر عبر إنشابه لحرب جديدة مع الدول المطلة على البحر الأحمر فهل نشهد حرب بين إثيوبيا وإريتريا في الأيام القادمة؟ يجيب عن هذا السؤال منصور سليمان الباحث في مركز الجزيرة لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية يقول منصور سليمان شجعت أحداث طوفان الأقصى رئيس الوزراء الإثيوبيا بأحمد على إصدار تصريحات ترتقي إلى درجة إعلان حرب على دول القرن الإفريقي المطلة على البحر الأحمر أبرزها الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء البرلمان والتي لام فيها الإثيوبيين لعدم إيلاء أي أهمية لقضية البحر الأحمر قائلا رغم أن منبع النيل في إثيوبيا فإنه يمثل قضية وجودية بالنسبة للمصريين والسودانيين ولا يعتبر مناقشته علنا في البرلمانات من المحرمات على النحو ذاته ينبغي أن لا تكون قضية مناقشة أمر البحر الأحمر من التابهات المحرمة بالنسبة للإثيوبيين أبي أحمد أضاف أن البحر الأحمر ونهر النيل يمثلان رافدين أساسيين يتوقف عليهما مصير إثيوبيا ووجودها ومن شأنهما أن يرتقي بأمر البلاد إما إلى نهضة عظيمة أو يدفعها إلى طي النسية استطرت قائلا أن حقوق إثيوبيا ومطالباتها بالوصول إلى منفذ مسألة تضرب بجذورها في التاريخ والجغرافيا وتحظى بمبررات اقتصادية بما في ذلك حقيقة أن حاجة إثيوبيا المشروعة للوصول الكاف إلى البحر الأحمر متضمنة في مثق الأمم المتحدة وحتى يصعد هاجس إثيوبيا التاريخي المتمثل وحتى يصعد هاجس إثيوبيا التاريخي المتصل بالمنافذ المائية إلى حدوده القصوى نوه أبي أحمد إلى أن إثيوبيا تعتبر جزيرة محاطة بالمياه لكنها مع ذلك دولة عطشة أي بمعنى أنها دولة حبيسة كما حذر زملاء المشرعين ونظراءه تحديدا في دول الجوار من أنه مع تزايد عدد السكان في إثيوبيا لم تعد مسألة مناقشة الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر طرفا وإنما هي قضية وجودية إلى إثيوبيا إذ كيف لبلد يخطو حثيسا ليصل عدد سكانه إلى 150 مليون أن يعيش في سجن الجغرافيا هذه التصريحات أثارت حالة من القلق والتساؤلات في المنطقة خصوصا وسط بعض دول الجوار الإثيوبي التي تمتلك موانئ مطلة على البحر الأحمر مثل إريتريا وجوبوتي والصومال فهل ستأخذ هذه التصريحات على محمل الجد خصوصا أنها جاءت بعد تسريب حديث سابق لأبي أحمد يقول فيه أن إثيوبيا ستعمل على تأمين الوصول المباشر إلى الميناء إما سلما أو حربا والحال تلك كيف يمكن أن نفهم هذه التصريحات وما دلالة توقيتها وما السياقات والطرائق التي يتم فيها طرح قضية وصول إثيوبيا المباشر إلى منفذ على البحر هل تعتبر التصريحات مهشرا لتوتر الإلاقات في الداخل أو في الإلاقات مع المحيط المجاور وبشكل خاص مع إريتريا وهل تنذر بنشوب حرب أخرى في المنطقة هناك الكثير الذي يمكن قوله للإجابة عن هذه الأسئلة لكننا نكتكي بالتنويه إلى أربعة أمور وهي أولا يبدو واضحا أن أبي أحمد أراد أن يطرح أفكاره في هذا التوقيت التي تشهد فيه المنطقة تغيرات جزء استراتيجية كبيرة توفر ظروفا دولية ملائمة لطرح قضية حصول إفريقي على منفذ بحري وهو بذلك يؤكد على نمط متكرر من حالات استغلال دول القرن الإفريقي السيوبيا وإريتريا على وجه التحديد للأحداث الكبرى من المفارقات اللافتة للانتباه أن من يعيد قراءة سياقات الأحداث المهمة في بعض دول القرن الإفريقي يجد أن السلطات هناك تستغل عادة الأحداث الكبرى في العالم لاتخاذ سياسات وقرارات قد تصل في بعض الأحيان إلى درجة إعلان حرب فقد سبق أن استغل الرئيس الإريتريا السياس أفرقي انشغال العالم بأحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وقام باعتقال عدد كبير من مسؤول الدولة والحزب الحاكم ضمن الموجة التي عرفت لاحقا بأحداث اعتقال مجموعة الإصلاحيين في 18 سبتمبر 2001 ولا يزال مصرهم مجهول حتى الآن ومن الأحداث الأخرى الأكثر فداحة استغلال الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا مناسبة انشغال العالم والولايات المتحدة على وجه الخصوص بتداعيات خسارة الرئيس ترامب الانتخابات في 2020 وقامت بشن حرب ضد حكومة إقليم تيجراي في 4 نوفمبر 2020 ثانيا لقد اعتاد أبي أحمد جريا على عادة النخب الإثيوبية القيام بين الحين والآخر بما يسميه المؤرخون بالمراجعة التاريخية ويقصد بها عملية إعادة النظر في الوقائع أو الظواهر التاريخية السابقة لا سيما في حال التوفر مصادر أو أدلة جديدة تساعد على فهم تلك الوقائع والظواهر بصورة مختلفة وجديدة للأسف لا نجد في تصريحات أبي أحمد ما يسعفنا للقول إن هناك أدلة أو مراجعات قانونية جديدة ترخص له إعادة النظر في قوانين الدول الوطنية القائمة في المنطقة لدرجة تتيح له الوصول إلى منفذ بحر بالقو فمسألة تزايد عدد السكان أو حاجة إثيوبيا لمنفذ بحري لدواء التنمية لا تخوله التصريح بمثل هذا الحديث لكننا نعرف من التجربة أنه لجأ إلى مثل هذه المراجعة التاريخية أو بمعنى صح الزرائعية بعد وصوله للسلطة في أبريل نيسان 2018 أي أنه يجيد اللعب على الحبال والمتناقضات فبعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الوزراء بدأ أبي أحمد بتوجيه نقد شديد إلى تجربة الحكم الفيدرالي الذي دشانته جبهة تحرير تيجراي في التسعينيات معتبرا إياه أساس المشكلات في إثيوبيا ثم شرع في استهداف جميع عناصر تيجراي في إدارة الدولة المختلفة إما عن طريق إقصائهم من الوظائف أو استهدافهم بتهم الفساد ولم يكن مستغربا أيضا أن تقوم نخب الأمهرة المجموعة الأكثر تماهيا مع توجهات أبي أحمد بالتحالف معه لأن إلغاء نظام الفيدرالي والعودة للنظام المركز السابق بيتيح لها استعادة مكانتهم ومكتسبتهم في العهود السابق كما أن هذا الأمر وجد ترحيبا من الرئيس أساسي أفرقي حيث كان له موقف سلبي من نظام الفيدرالية واعتبره أنه أصل المشكلة وكان من نتائج هذا التقارب بين الأطراف الثلاثة بروز تحالف جديد يضم حكومة فيدرالية في إثيوبيا بزعامة أبي أحمد والحكومة الإيرتريية بزعامة أساسي أفرقي ونخب الأمهرة عبر ميليشيا الفانو وعندما أعلنت الحكومة الإثيوبية في الرابع من نوفمبر 22-2020 الحرب على إقليم تيجراج بحجة إعادة بسط سيادة القانون ضمت العملية العسكرية هذه الأطراف الثلاثة نفسها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والجيش الإيرتري والقوات الخاصة لإقيم الأمهرة والميليشيات التابعة ثالثا أن تصريحات أبي أحمد بتعكس توتر في علاقاته مع الأطراف نفسها التي تحالف معه في وقت سابق في حرب التجراج لقد عمل أبي أحمد من قبل على إقصاء جبه التحرير التجراج بتوقيعه اتفاقية سلام مع إيرتريا في عام 2018 وانفرض بتوقيع اتفاقية بريتوريا للسلام في نوفمبر تشرين الثاني 2022 مع جبه التحرير التجراج دون إشراك الأمهرة أو الحكومة الإيرترية وهو الأمر الذي أشعر الأمهرة بأن الحكومة الفيدرالية وظفتهم في حربها ضد جبه التجراج دون أن يجنوا من وراء ذلك أي مكاسب والأدهى من ذلك إصدار الحكومة الإثيوبية في أبل النسان 2023 قرارا يقضي بحل جميع الميليشيات الإقليمية بما فيها ميليشيا الفانو وتأسيس قوة مركزية واحدة على المستوى الفيدرالي وهو ما أدى في النهاية إلى اضطرابات واسعة في الإقليم من جانب آخر اتخذ النظام الإيرتري حليف أبي أحمد السابق في حرب تجراج موقفا مماثلا من اتفاقية بريتوريا للسلام وهناك تقارير متواترة تتحدث عن تلقي ميليشيا الفانو الأمهرية الدعم والتدريب في إيرتري إضافة إلى ذلك فتعليق وزارة الإعلام الإيرترية على تصريحات أبي أحمد يعكس هو الآخر بوادر أزمة صامتة بين الحكومتين حيث نشرت بيانا مقتضبا تقول فيه أن هناك أحاديث كثيرة فعلية وافتراضية طرحت مؤخرا حول قضايا المياه والوصول إلى المنافذ البحرية ومع أن هذه التصريحات أثارت حيرة المراقبين المعنيين بهذه القضية بحسب البيان فإن حكومة إيرتريا جددت التأكيد على أنها كدأبها لن تنجر إلى هذا النوع من أحاديث القيل والقال في ضؤم سبق يطرح التساؤل حول ما إذا كانت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تنذر بنشوب حرب أخرى في المنطقة من الواضح أن تصريحات أبي أحمد لم تأتي من فراغ وإنما جاءت تتويجا لتحالف جديد بدأت ملامحه تظهر منذ توقيع اتفاقية بيروتيا للسلام مع جبه التجراي فمنذ توقيع الاتفاقية يشهد إقليم الأمهرة ثاني أكبر مناطق إثيوبيا من حيث عدد السكان اضطرابات واسعة ولا تزال ميليشي ألفان الأمهرية تسيطر على بعض مناطق إضافة لذلك يمكن النظر إلى هذه التصريحات بوصفها وسيلة لتحشيد الدعم السياسي لحكومة أبي أحمد خاصة أن مسألة حصول إثيوبيا على منفذ بحري تحظى باهتمام كبير وسط الشعب الإثيوبي كما يمكن اعتبار التصريحات مؤشرا آخر على تفكك التحالف السياسي الذي ربط أساس أفورق وابي أحمد أثناء الحرب في تجراي ومن المرجح أن تنتهي العلاقة بينهما إلى أحد أمري إما أن تأود لعلاقات إلى أجواء التوتر التي كانت عليها ما بين 2001 إلى 2018 أي قبل توقيع اتفاقية السلام عام 2018 وانخراط البلدين في حروب وكالة تستهدف زعزعة الأوضاع الداخلية في كل منهما أو دخول البلدين في حرب جديدة كما حصل في الفترة ما بين 1998 و2001 بذلك متابعين الأعزاء نكون قد صلتنا الأضواء معكم عن هذا الموضوع الهام المتعلق بالعلاقات الأثيوبية مع دول القرن الأفريقي أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا لإجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر